إذ نادى ربه لداء خفية قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولمكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبأ لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعل رب رضيا يا زكرياء إنا نبشرك بغلام بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر يوتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة واشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يموت ويوم يبعث حيا وآتيناه للإله أمنت بالله صدق الله العظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واجعلوا بإذن الله تعالى من عبادك الصالحين ومن عبادك المصلحين وعبادك المتقين اشتركوا في القناة من العلماء العاملين والدعاة الصادقين الله من أقلبه بالإيمان وأطلق لسانه بذكركه بالقراء الله يجعل تزيد بزيدة تفضر الخيرات والبركات والرحمات والنفحات يا رب الأرض والسماوات الله يشافه مرضى المسلمين السلام الكريم والله يباركه إن شاء الله تعالى في الإيمان وفي الدين والصحة ومخوته والوليد يارو الله يرضى عليهم الله يتبه العمال وطلعت الله وطلعت رسول الله الله يجعل سيد ربيكم وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد والحمد والله والعالم شوفوا لها شوفوا لها الطريقة لها الإختيار لها الإسم كيف يقول أغو قال لك يا سيدي رحنا نسميه مع عرص سعد وبعد ورعب ورعيدة شو يقول لنا قال لك راق إن شاء الله تعالى راقلوا لقمان ووهدي يقولوا لسي لكن لأخول قال لك صافي قضينا راق لقمان لقمان واخ سيدي قلنا لقمان من بعد سيدي شوية شوية قال لك سيدي إن شاء الله تعالى راق إن شاء الله تعالى موعد وشركوا عدش موعد ولا قد يتمدلوا محسومة عند سيدي قرية كبيرة وقعت أظر مواجهة شريفة وكان فيها بإذن الله ما أراد ربك وهو أن يسميه الله من فوق سبع السماوات باسمه موعد 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 مش كلا مصحاب النبي صلاحي ومنتبع يشكون موعد بن يحيى الرازي من كبار 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 الوعاظ والعلماء ولذلك الحمد لله وهو معاظ بالزاف لأنه من الصحابة الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام اسمه واسمك أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأعظمهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب وأعلمهم بالفرائض أي أفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ فقيه الأمة أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ أربي ربي 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 ولذلك يقول النبي السلام هش كيف يقول في هذا المسر هش كيف يقول إن معاذ أمة ورب ربي إن معاذ أمة ما معنى إن معاذ كما كان ربي في القرآن إن إبراهيم كان أمة وسيد النبي يقول لك معاذ أمة ما معنى إبراهيم كان أمة ليه هو أمة سيدنا إبراهيم لمعاذ وشو أمة وشو فيه مليار أمة وشو أمة هو من المقصود بأمة إن شاء الله تعالى هل المقصود هو أنه بإذن الله تعالى اجتمعت فيه خلق كثير هل الإشارة إلى الكمية أميل كيفية الكمية أميل كيفية الكمية لا هو غواء إذن شاء الله تعالى الإشارة لمن ما معنى إن معالكنا أمة ما معنى أن يحيي الله به أمة وأنتم تعرفون أن أعظم من يكون لها الأثر في الأمة شكرا العالم وخاصة إذا كان هو أعلم الخلق مع من مع رسول الله باب 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 مجيب مجيب ولذلك ولذلك سيد بن بسلا وقال لشوه معاد هذا معاد سيحشروا يوم القيامة إماما للعلماء وهو متقدم عليهم برتوة يعني شوه جاء العلماء يمت القيامة يتحشروا يمت القيامة يعني شكل الإمام انتعه سيدنا معاد يعني العلماء انتعى الأمة من سيد بن بسلا عليه وسلم حتى دخل الساعة غد يتحشروا كل شف مكان واحد لكن يقولون بإذن الله تعالى تحت لواء سيدنا معاد هو إمام العلماء يوم القيامة يعني أنه شوه ليس عالما فقط في الدنيا شوه يمكن يمكن يكون شيء يتقدم عليه شيء واحد من العلماء الأمة إلى يوم القيامة لكن النبي صلى الله عليه وسلم واسموده هذه المسألة فصل فيها وقال هو إمام العلماء في الدنيا ويحشر يوم القيامة إماما للعلماء في الآخرة الله فجمع الإمامتين معا إمامة العلماء في الدنيا بحيث إذا اختلفوا هش كي يقول له وحده في دمشق مسجد دمشق من الكم تبارك الله في جهاده تحت لواء سيدنا عمرو العاص لفتح القدس هو كان في الشعب هش كي يقول كان يدخل إلى مسجد دمشق والناس يتناقشون في الأمور الفقهية وفي العلم وهو ساكد أصمت الناس معاد لا يتكلم إلا قليلا ولكن قال أبو مسلم الخلاني لكن حينما يختلف الصحب في دمشق أو التابعون في قضية من القضايا بعد ذلك يلجأون إلى رجل براقوا الثنايا ما معنى براقوا الثنايا يجل الوجه دي يجد يجد شو اللي وجلع طالب براقوا الثنايا فيذهبون إليه ثم يستفتونه ويرفعون إليه الخلافة الذي بينهم فيصدرون عن رأيه قال تعجبت ما من مرة يختنفوا هؤلاء إلا وعارضوا مسألة خلافهم على هذا الرجل وإذا ناطق الرجل مباشرة يصدرون عن رأيه قلت شكلوا هذا شكلوا هذا فسألت من هذا الرجل البراق الثنايا الطويل الصمت الطويل الفكرة الذي لا يتكلم إلا نادرا ولا يتكلم إلا إذا كلم من قبل الناس ولا يكلم إلا عندما يحتاجون إليه لكي يفصل في الأمور المختلف فيها فإذا تكلم تكلم فصلا فصدر الناس عن رأيه لا يزيدون ولا ينقصوا من هو هذا قال لا تعرف من هذا ما عرفت حتى وحده لا ما عرفش هذا ما عرفت هلا تعرفوا هذا تسقصيني عليه قال لا أعرف أني جيت من بعيد قال هذا صاحب رسول الله معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام وإمام العلماء يوم القيامة قال فذهبت إليه وسلمت عليه وقلت يشهد الله يشهد الله وقد أخبرنا رسول الله وعمرنا أننا إذا أحببنا رجلا في الله لا بد أن نخبره يشهد الله يا معاذ كنت أسمع عنك لم أكن أعرفك إني أحبك في الله قال له سيدنا محاذ وأنا أحبك في الله يا هذا أنا تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى معاذ يا ذات يوم فقال يا معاذ لي أحبك يعني أنت جد قل لي أنا أحبك أنا أحكي لك وأسموك علي والذي قال كان الحديث يرويه باش باش يرويه باش يرويه باش يرويه هذا حبني وهذا حب هذا وهذا حب هذا يعني في السند وأسموكين محب يحب سلثة احتل نبي صلى عشر أنا كان احتل يوم كان السنة 50 سنة 50 أو لا لا ولا خمسة واربعين هذا اللي رأي اليوم حب شيخو شيخو حب شيخو حب شيخو حب شيخو حب شيخو حتى هذا حب سيدنا معاذ وسيدنا معاذ حب بصلاع وسلم سلسللت على المحبة مشلت على الحديث قال وانا أحبك في الله اسمع يا رجل لقد جاء لي رسول الله صلى عليه قال هذا يحب بصلاع يحب أب as بالضع ويلو حب شيخو خييلت يا أسيد النبي يجي عندك في المنام يقولي لك هلين أحبك بابا 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 طيّو لشكل أحب شيخو وعندكم في المنام وقال لكم نحبكم والله ياها اللي جاء وقاله الناحبك في الله وما يقولها ليش إن شاء الله ها سيديقه لن تفهم معه مش هل يوم؟ يوم تلقيها وازمعت قالوا جاءني رسول الله صلوا عليه ونتبلوا لميته في باري مجدد تشير صلوا على المسلم صلوا على المسلم صلوا الله على وسلم فجاء قال جاءني ذات مرة رسول الله صلوا عليه فقال يا معاذ إن يحبك في الله إن يحبك فقال معاذ والذي بعثك بالحق رسولا يا رسول الله وإني أحبك يا رسول الله فقال لو النبي صلوا عليه وسلم أحبك في الله وإذا أحب عبد عبدا في الله يعطي البرهان أنا مش يقول أحبك في الله غير أكثر هضراء لا لا تحبه في الله أعطينا الدليل أعطينا البرهان سيد المبي قد يعطي البرهان قالوا أنا أحبك بالله ولذلك لا تترك في دبر بكل صلاة أن تدعو بهذا الدعاء اللهم أعني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كل من يتسلم في الصلاة أنك تنساها جال يوم معاذ ببركة معاذ كل من يتسلم لا تنسى هذا الدعاء لا تنسى هذا الدعاء إذا بغيت تدخل في السلسل أنت أحباب رسول الله قالوا من المسل يا معا أحبك والدليل واسمه هو ولأنني أحبك لا أتركك حتى أعطيك كنزا من أعظم الكنوس لا تتركه أبدا واسمه يا رسول الله لا تترك في دبر كل صلاة صليتها أو تصليها هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك أعوني مش أن ذكرك مخاش عبدالله أخوية في القاول تدفير أعوني عن ذكرك وشكري أي أشكرك على نعمك الغزيرة الجسيمة العظيمة الكريمة وحسن عبادتك أي أن أعبودك زين عبادة حسنة ما معنى العبادة حسنة أي كاملة متقنة فرحم الله من صلى ولم يسرك في صلاته ورحم الله من قرأ القرآن مجدبرا ورحم الله من ذكر الله على كل أحيانه ورحم الله من صام الصيام الذي يهدي به للتقوى ورحم الله من يزور زين رحمه ورحم الله من يبر بوالدي ورحم الله أي أعبد ربي به عبادة حسن عبادة الفصد dunno ونديت واجأ . سيكون الحافظة من دعا ورسلة الساوء ونبلس المعبوخ النزو أنشك وفور شاب котором أظاه عليكم شكريك وشكريك خلق يا عباده اللهم seront طيبًا شكريك ANDена عندما grosse Priest أنت صرت أريد أن Selected شكريك 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 أصحابي كل من ينتظروا أنتا اللي كنت في الحالة قول لي قول لي الله ما عني حسن جدا باص 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 زيدا من اللي صغير فقاش نقولها الله أكبر الله يجلالك من العلماء إذن يا سيد اسمعت قال له أنا أحبك يا وازن وحتين أنا حبك رسول الله لا أنا أحبك والدليل على أنني أحبك أنني أحرص على الخير لك أنا حريص على جلبي الخير لك أنا قد يلمونت تلقى مرايا وانتا إن شاء الله الحبيب خصويا يلقى حبيبه إذا كنت تريد أن تلقى حبيبك يوم القيامة فإنني أهديك هذا الكنز لا تتركه بعد كل صلاة وهو الله معني على ذكرك وشكرك إذا أريد تلقى وزيد النبي لحبيب قولوا أمور كل صلاة ما تتركوهاش إذن فكان هو إمام العلماء زيد وكان أصمة الناس لا يتكلم إلا قليلا اسمعتها سيد أقول كان يفوت لي أبو بكر صديق وقلوا لسان تعود دير فيه واسمو دير دير شي حاجة قلوا مالك قال هذا الذي أوردني الموارد يا ربي انت وعا أنت اللي أعطيها غير العلمو كذا وكانت قول لي لسانها لكني واسمو نقوله أحنا اللي يظل في القهوة غير الزعف يسبر بي بتي تاكسي لا يسبر بي يمشي واش أتشيانا واش أتشيانا واش من حشموش هذا البلد منتعنا هي الأكثر والعياذ منعدوانا على الذات لله وعلى الدين أنا أستغرب وبعد ذلك نرجو من الله أن يعتقنا بإنزال الغيث واش أتشيانا أنا مني نشوف هيدا في السويقة ونسمع للناس يقول لك شي آه ربي نقولي آه ربي كوخي ما اسمعت كوخي ما اسمعت كوخي ما اسمعت لاحونا ولا أقول سيدنا بالله لاحونا ولا أقول كان أصمت الناس فلما رأه النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر العلماء علما في الصحابة أرسله قبل وفاته إلى اليمن سمعوه 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 فراكب سيدنا بلال على الحمار وكان يسميه رديف النبي ما معنى رديف النبي دائما هو اللي كان يركب سيد النبي موراه الله هذا ما في كل حديث تعرف اسمه الرديف هو اللي ذي يركب موراه الله رديفه أي الذي يردفه أي الذي يركبه مع الحمار سيد النبي اللي أقول هو موراه الله أكبر سيدنا معاد غادي على الحمار وسيد النبي مش يعلم على قدميه وشيعه خارج المدينة دخلوا يا رسول الله أحشومة إما أن تركب يا رسول الله وإما أن أنزل لم تطوعني نفسي أنا أراك تمشي وأنت خير من طلعت عليك الشمس يا حبيب الله وانا يا عبط الله ركب وانت حبيب الله تمشى إما أن تركب وإما أن أنزل فقال النبي لا والله لا أركب ولا تنزل أوووو حفله وماذا علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيله سيد النبي قال له أنا أغبر قدمي في سبيله أنتم شمعك شو فدل الحديث على أن تشريع العالم واسمه 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 هو 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 جهاد في سبيلنا الله من سلك طريقا يلتمس علما سهل الله لو به طريقا إلى الجنة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات شهد الله أنه لا إله إلا والملائكة وولو العلم قائما بالقصط لا إله إلا الله العزيز الحكيم من الدين عند الله الإسلام العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا هذا العلم ومن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر العلماء بالنسبة لأهل الأرض كالنجوم في السماء لمن يريد أن يهددي إلى السبيل في الأرض وفي البر وفي البحر اسمع تزيدي إذن أخوها سيد من بيكر من عنا وإحنا يا الله يستر في المرأ شي عالم نطيح ولو العدراء في المرأ شي عالم نفتش له عن سقطة والله أخوتينا إلى صحاب الشر إلى يدفع على إمامه في الشر في المرأ شي أشرار يدفع على الشرير الكبير إذا كنت أرى أن تحم الشرير يدفع عليه يلاقى الكلمة كل شي رمعة الصحة العالم مسكي في الأمة يلاقى لشي كلمة واحد يستهزئ به واحد يقول له ما تفهمش واحد يقول له رك تبغي تغيب دميا واحد يقول له يا ربي ما يبغي تنح تيخوين الله بالعلماء الأشرار يريدون أئماتهم وينصرون أئماتهم وأهل الإسلام ما رأيت عياذا بالله زهدا في أوليائهم وعلمائهم من أبناء هذا الزمان أسمعوا كلاما يتفطر له القلب وهم يتحدثون عن العلماء بسوء على شهادك ما جاءش هو أرغي ورعي يقول له هو أرغي يعلم الناس بغي تحتوى ادخلوا الهبس يعني لا تريح تدخلوا لأنا لا تريح ارغي تدخلوا الهبس لا تبقى أحد لا تبقى أحد بغي ليس كيه واحد اشتماعوا الذي كان يمشي مشيعا له وسيدنا معذ راكب وهو يقول لا يا رسول الله كيف أركب وعنت تمشي إما أن تركب وإما أن أنزل قال لا والله لا تنزل ولا أركب ماذا علي لو غبرت قدمي ساعة في سبيل الله ها أم بعد اسمه قال له خرجوا بزاف وقال له يا معا قال ربك وستعطيك يا رسول الله قال ستأتي ستأتي قوما ها أخبرهم وأعلمهم أنه لا إله وأنه حمد رسول الله علمهم الشهادة شو 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 الأولوية فهم أجابوك شو أحتاج دخل فأعلمهم أن الله قد افترض علي خلص صلاواتي في الليل واليوم فإنهم أجابوك فأعليهم أن الله قد افترض في أموال الأغنياء حقا لله يأخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم ثم نظر إليه فقال يا معا يا معا إياك وكرائم أموالهم ما تدش حاجة زينة ما تدش طيحة ما تدش بزيانة الرأس وإياك وكرائم أموالهم يا معا إياك ودعوة المظلوم أنت كذنب فإن دعوة المظلوم يرفعها الله في الغمام ويخاطبها الجليل في عليائه بقوله لأنصرنك ولو بعد حين يا معا ستأتي قوما زين بما تحكم قال يازل أحكم بكتاب الله أي 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 هذا الحديث مشهور في علم الأصول بماذا تحكم قال أحكم بما أنزل الله بكتاب الله قال فإن لم تجد حكما في كتاب الله قال أحكم بسنة رسول الله يتكلم عن مصادر التشريع كتاب والسنة قال فإن لم تجد حكمه لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله سمعوا اسمه قال أجتهد رأيي ولا أأل يا رسول الله أجتهد فأقره النبي على الاجتهاد فهذا النبي يجتهد واسمه قال له فضرب النبي على منكبه فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي الله ورسول الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي الله ورسول لا فمشى معا مشى معا كي يخشوا على المدينة قالوا شوف شوف فنظر واسمه بيقوليني بصلاح يا معاد يا معاد فشوف هاللمدينة فشوف اللاس اللي فيها وحالعداد انتع النصرم كي يقول واسمه نحن من آل بيت رسول الله كي اللي رزع مغا دي يبقى يعتمد على آل بيت النقص لايس اسمع يا معاد لا انسبة في الاسلام يا معاد ان آلي كل مؤمن الدقي ولو كان عبد حبشي وعدوي كل فاجر شقي ولو كان حرا قراشي يا العلم كيدا يا رياب يا ودي يا ودي يا يا المبادئ اللي اعطال المعاذ يا ودي بابا رأي غرك تمشيت مما يا وقد طلع الواحد وتهود هذا هذا طلع على حقاش هذا تبارك الله من القبيلة الفولانية وهذا هوده على حقاش من القبيلة كيوالو اسمع اسمع ان العبادة بين يدي الله سواسية لا فضل للعربي على الاعجبي ولا للابيض على الاسود ولا للاصفر على الاحمر الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الذي يعطى الامانة ويتحمل المسؤولية ينبغي ان يكون عادلا منصفا لا يقدم الناس الا على اساس الكفاءة لا على اساس الزبولية ولا على اساس الانتماء لحزبه ولا على اساس قربه في الرحم والدم فايما عبد استرعيناه رعية واعطيناه عمانة وحملناه مسؤولية ثم احتاج لمن يعينه في مسؤوليات ثانوية ثم ولى على المسلمين في تلك المسؤوليات وفيهم من هو اكفأ منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ولقد خان الله ورسولا والمؤمنين ورب رب 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 واسمورة يعطيناه مسؤولة يا رب واسمورة يعطيناه مسؤولة يا سيد يا رب وكن كنا نخدمون بالوصيات تعك واشا اه كيكملها غادي كيكملها يا معاذ يا معاذ تالي هذه الوصيات تالية يا معاذ اذا عود حين تعود فمر على قمري يخبروا انه لن يأتي الى المدينة الا ورسول الله قد مات فاذا بمعاذ لم يتمالك نفسه واذا به يبكي بكاء شديد الحبيب يبكي حبيبة اذا عود حين تعود فلا تنسى يا معاذ ان تمر على قمري فاخبره بانهم سيعود الى المدينة بعد ان يكون الحبيب قد التحق والرفيق الاعلى الله يلحقنا بيوم مرضيين ويحشرنا معهم بعد ابن معاذ ما سيدنا معاذ ما امامنا الجليل لا اله الا الله محمد رسول الله من ذا الذي يقرأ سيرة معاذ ولا تدمع عينا عاد معاذ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نفذ رصية رسول الله فكان اول ما فعله هو انه ذهب الى قبر الحبيب ليسلم عن الحبيب عليه الصلاة والسلام كان رضي الله تعالى عنه جنديا من جنود الاسلام الذين بعثهم عمر رضي الله عنه الى الشام لتحرير فانه لان اصحر بيت المقدس بيت المقدس القائد العام ماذا واو اه 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 شخص انشاءلا دعنا تحرير الفلسطين تحرير الشام الشام الشملي سوريا والأردن وفلسطين ولبنان من هو القائد العام؟ أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الجرخ هذا القيادة العليا العامة ما كان أمه؟ الفيالق كل الفيالق مشججية ما كان عليه؟ شرح بيلو بن حسنة كان في الأردن فتح الأردن شرح بيلو بن حسنة شرح بيلو بن حسنة رضي الله عنه شكل أخر عمر بن العاص الذي سيفتها مصر كان قائدا على فيلق زيد شكل أخر يزيد بن أبي سفيان زيد معاوية بن أبي سفيان أربعة ديال الفيالق والقيادة العامة تحسدنا أبو عبيدة وفيه كان معاو كان زيد نائبا لأبي عبيدة في جيشة ربا 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 عندكم الأخبار؟ لا إله إن الله محمد رسول الله وفي سنة 17 للهجرة أصيبت تلك القرب طاعون عمواس طعم اسمه الطاعم؟ طعم الطاعم؟ طعم الطاعم؟ طعم الطاعم فوقف عمر وعسكره معسكره ثم قال أيها الناس لقد بلغني أن أرض الشام موبوءة فهل نستمر ونتابع مسيرنا وإما العودة؟ فصاروا يشيرون عليه علش نوليه؟ اللي اكتبوا الله لك هو علش نوليه؟ علش نوليه؟ علش نهربوا وله؟ هذا أمر الله وهو ما زل يقول أشيروا عليه فقال عبد الرحمن وعرف يا أمير المؤمنين إن لي في ذلك علما أي علم؟ قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم في أرض ليس فيها وباء فلا تخرجوا إلى أرض موبوءة وإن كنتم في أرض موبوءة فلا تخرجوا منها إلى أرض سريمة هذا يسمى الحجر الصحي قبل ما تجي كبرونا قبار 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 هذو ما ينشون ليه هذو ما يجيون لنا قبار 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 قب افروا من قدر الله الى قدر الله راحنا في قدر الله في المرجلة انت بعيد على ربي او لا احنا مرغين عاش نمشي ونخاطروا بالصحان ويقيسنا هذك الشي وذيك العدوات انتقل مع الاخوان راح خلسك تدير اسباب خلسك تدير الاسباب واش ربيع علمك وانت تمشي تترك العلم وتبقى تتبع لي في كلام انت على اخر او لا هذا سيد البي هو اللي قال لك سيد البي سيد البي اللي قال لك انشي ارض في هالوباء ما تخرج لها شنتي لما كان عندشكم الوباء ولكن هم عندهم الوباء ما يخرج شي وعدوش عند الناس الاصحى لانه سينقل بذلك المرض والعياذ بالله اه لان المرض ينتقل بالعدوى هذك اسمها العدوى ينتقل باش بالعدوى بالنفس وكذا 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 فكتب عمر رسالة يرسلها الى ابي عبيدة وقد اصيب بالطاور بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر الى اخي ابي عبيدة امين الامة سلام الله عليك وبعد فانني احرج عليك اذا قبضت رسالتي ان لا تضعها حتى تأتيني في الحال اش 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 فحملت اليه الرسالة فلما قرأها سيدنا معال بكا وقال ان عمر يريد ان يستبقي ما ليس بباق سيدنا عمر غزمه واش انا موقع انا مشيت وسيدنا عمر غزين لي من عمر قالوا ان عمر اراد ان يستبقي ما ليس بباق فكتب اليه رسالة وارسلها الى عمر فقال من ابي عبيدة عبد الله الى امير المؤمنين عمر سلام الله عليك شو 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 سيدنا حللني من عزمتك يا امير المؤمنين رسالة حللني من عزمتك فانك تريد ان تستبقي ما ليس بباق فانهار عمر باكيا اي ان سيدنا نعى نفسه سيدنا عمر و عمر يقرأ قال مشيها أخويا لان سيدنا عمر كان كان يقول ل photograph ابو عبيدة يسلموا لأيدي سيدنا عمر يسلم يا انت سيدنا ابو عبيدة 体 سيدنا ابو عبدة فى عبليا يقول أما هو الاخويا و عمر يقول ابو عبيدة هذا هوvious هذا هو فى وصيبا بالطعم فداقي الله مات القائل العام قال لنجل الشهام مات كي يقول للمسل عاصم الطاعون عقاب كان الله يسلطه على أعدائه فجعله الله شهادة لصلاحاء أمتي لضرب الطاعون كورونا ولا كونسير كونسير تعال كرش ولا تعال مخ ولا تعال رأس واصبروا ما تكون شهيدة شهادة العامة قال لك المسل عاصم هذا الطاعان هالطاعون طواعين هذي كانت عقاب يعاقب الله بها لأمم اللي كانت تطغى أما أمتي فقد جعل الله الطاعون هذا الصلاة ناط شو حدي كي يقولون دماء الخبيث ما تقول لك خبيث الله يديك أصعبي شو حسنا قد تقول خبيث هذا مرض صدر رب غضيت يعطيك بالشهادة مالك انتهى واشا بتقول دماء كان شي خبيث لدي بالشهادة بتعدموا مع الله تدموا مع الله ما تقولوا شي هكذا هذه رحمة ربي هذه رحمة ربي هذه إذن فكانت الطواعين هي عذاب نعذب الله به الفاجرين من الأمم السابقة فجاء الله به رحمة وشهادة لمن أي واحد صلحاء الأمة فاستشهد سيدنا أبو عبيدة من الذي دفنه قبل أن يستشهد نصب سيدنا أبو عبيدة معاب قائدا على كل الجنوش التي كانت تفتع في بلاد الشام كالنا يبدأ قل ما يموت قال له لا 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 قلها أنت أعلم الناس بالحلال والحرام وأنت صحيح صحيح فأصيب بعد ذلك معاك يقول اللهم 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 حظنا حظنا من هذا الخير اللهم حظنا من هذا الخير فأصيب في يده فكان يقلب يده ويقبلها ويقول ما أريد بهذا حضر النعم فرح كأنه يستعجل أن يلحق بصاحبه وقد قال عند دفنه نحن الآن ندفن رجل ما أحب ما أحب أن يكون لي عمل كما أحب أن يكون لي مثل عمل هذا أنا الآن أغبط هذا الذي أدفله في التراب هذا اللي انتمنى نكون معاه هذا اللي انتمنى نخدمته هذا الرجل أمين الأمة فكان يقبلها هكذا بيدي الله أكبر الله أكبر وكي يقول الله محظة لمعان ماشي غير فيصاب بنو عبد الرحمن فيستشهد يستشهد فين في الشام ولو يقول الحمد لله أدى أعطلنا ربي حظنا أعطلنا صدر فلما اشتد عليه الألم نام على فراش الموت سيدة معاة ما قصلكم فيه ماشي ما نطورش نمشي مباشرة سيدة معاة للليلة الأخيرة الله 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 فلما 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 نام على فراش الموت كان يدخل فيه غيبوبا ما هو نريح حجر يدخل فيه غيبوبا شو عطني هذا كعطني بسم الله بسم الله كان يدخل فيه غيبوبا وإذا استفاق تعالى شبك يقول لما اللهم خنقني كما تشاء فما خنقتني من خنقتني اللي ازدد لك حبا يا ربي يا ربي كده العدسين هلا اشتدت لك شوية مرة يزيحك واسمع واسم مرة يقول العدسين الله يشعبك ولا كشبه اسم ولا يقول شو ما دعم مش تاتي مش تاتي مش تاتي مش تاتي ما تقول شاكنا لا تقول غير سنوك العفو والعافية ما هذا الرجال هذا شو يقول لربي ما خنقتني من خنقة إلا ازدد لك حبا يقول لهم اعوذ بالله من ليلة صبحها إلى النار هل اصبح هل اصبح واش قرروا اصبح يقول مزارة عطا عطا شدع للمزارة هذه غلة يغيب وكيدير يقول مش عال اصبح يعني يقول ما دي الليلة دعا المروح اصبح لا قالوا مزارة قال اعوذ بالله من ليلة صبحها إلى النار ربي 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 فبدأ الناس يودعون وبقى بكي بكى قالوا اتبكي وقد رضي عنك رسول الله قالوا اما اني اسمع اسمع اما اني لا ابكي صبابة على فراقكم انا ماريش نبكي زمارة انا نسخيش بيكم اما اني لا ابكي صبابة على فراقكم ولا ابكي خوفا من الموت ولكن ها ها ابكي ليوم صبحه إلى يوم القيامة لا ادري لا ادري هناك الى اين يؤمر بي هذا كحش الى جنة فوهنيها ام الى نار فوعزيها يا ايها الحاضرون هذه قصتها من عندي يا ايها الحاضر يقول الحاضر انا ما احببت البقاء في دنياكم لغرس الاشجار ولا لجري الانهار انا ما شيراني بغيت في الدنيا بغيت نعيش انا ما احببت البقاء في دنياكم باش نغرس الجر و باش ندير الابيار و ندير الماء و ندير قحتاج شي مزيان ولكن انا ما بغيتش هاش انا ما بغيش نعيش في الدنيا علاش باش ندير فلاحة ولا ندير تجارة ولا ندير كذا انا عند مسائل هذه رأى الناس خدامة فيها ارى خدامة ما تلحيش تنافس كبير انا خلت لكم هاد الشي انا هاد الشي اللي ناس كتهفت عليه وتتنافسوا فيه انا ما احببت الدنيا والبقاء فيها لهذا الذي يتنافسوا فيه الناس الجردات والجنانات والفيرمات والماء تركتورات صيارات بالطيخات ومطيشات واك لا انا ماشي قاعد الشي ديالكم انتو مع انتو ماشي ايو علاش هاسيديموعاد علاش هاسيديموعاد اش بغيت انما اردت البقاء في الدنيا لثلاث حفظوا هذه مزين ها علاش انا بغيت نبقى في الدنيا لاعلى تجارة لاعلى فلاحة لاعلى تربية مواشي لاعلى وزينات لاوان انا بغيتها الثلاثة واسموا اياه ثلاثة واسموا اياه اه ضماء الهواجر ماما نظم او الهواجر ماما نظم او الهواجر اقول لي ما اقول لي ما معنا ضماء الهواجر هو الصيام تعليمات الحارين الهاجر الصيام الصيام انا ما احببت البقاء في دنياكم او عقل الهواجر او الهواجر او عقل زيأن مكابدة الاسهار ما معنا مكابدة الاسهار ممعنا مباشر مدوني كل اسיות ما معنا مباشر الاستغفار بحل كان يحصل الله اللي الكامل هو يقوم ويجي عناش كان يستغفر نصحور وهو اللي الكامل هو كامل علاش لأن الاستغفار بعد تمام العمل هو اعتذار لله على ما يمكن ان يتلبس العبادة من نقص لانو انت كنت عبدالسيد دمرش غادي تبقدم حاضر عقلك ولا او لا او لا اشكرا او دي غيحط او لا احبابتو البقاة في الدنيا إلا لثلاث ضبأ الهواجر ومكابدة الأسحار زيد والثلاثة ومجالسة أقوامه والثالثة مجالسة أقوامه ينتقون أطايب الكلم كما تنتقى أطايب الثمر ومجالسة أقوام مثلكم وجوه مستميرة تجتمع على الله قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة وقل الحق من ربكم فمن شعف اليوم ومن شعف اليكفر شو سيدي؟ قول هالكلاب قولوا للناس قولوا ما أنا بغيت نجلس مع المؤمنين اللي بغى وجه الله ويحبس روحوا معهم هذي اللي تخليني نعيش في الدنيا نجلس مع الفقير مع الضعيف لكن مش المشكل هو واش مو عنده المشكل من عيش هذا عيش لله ويجلس على مائدة القرآن حديث رسول الله ها؟ الحكمة والثالثة وزموا إياه إنما أحببت البقاء لمجالسة أقوام شو شو؟ أقوام من الماء؟ ينتقون أطايب الكامل ما معنى ينتقون؟ ما معنى ينتقون؟ يقول لي لي ما ينتقون يختارون يتخيروا غير كلام زين لا إلهي الله سبحان الله الحمد لله القرآن أنا كيجيت قال لي جاري قال لي يوصح بيفتحنا شوية بقراءة تبارك شو؟ شو لكم قال هاليش خليم قوغيها كل ما قال هاليش خليم ما نقرأ بشيق عن القرآن شو شو؟ شو سبحان الله ينتقون أطايب يختارون أطايب الكلام غير زين كما تنتقى أطايب بحال ذك السيد اللي دخلوا واحد جنان واكهة مختلفة فأنت تدخل لكي تختار زين أطيب وأشهى ما تشتهيه من ثمار هذه الجنة الجنة هي جنان الجنة هي جنان يا فاجهة مكثيرة من هذا كل آه شو؟ يوه هكذا سمعتها سيد الله أكبر الله أكبر نعودكم في آخر تعوينين جايمون قال مما إني لا أحب المكوثة في الدنيا إلا لثلاث حفظوا هذه حفظوا زين 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 مكابة زين زين ضمأ الهواجر أولا ما أحفظتاش قول صيام الأيام الشديدة الحرف صيام صيام باش تسهلها باش تسهلها صف صف ومكابة الأسحار ما منكو باش تسهلها قيام الليل وفي الصور قد استغفر مكابة ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلم كما ينتقى أطايب الثمر هذه ثلاثة صيام زيد وقيام زيد وعلم وعلم علم مجالس العلم لكي قلت المستر إذا أمرلتم برياض الجنة فارتعوا هذه رياض الجنة هذه تخشاها الملائكة هذه تنزل عليهم الرحمة هذه تنزل عليهم السكينة هذه يذكرهم الله في من عندها هذه هم لين يمشون روحة تفعوا الملائكة يقولوا يا رب يا رب يقولوا يا سيد ربي أشهدكم أني قد غفرت لهم يقولوا وحي الملائك يا رب يجفهم وعد السيد لم يأتي بهذا الغرض غي جفين قال هم القوم لا يشقى جلسهم هم القوم لا يشقى جلسهم هم لا يشتماعوا هكذا على سيدة ربطة لا يشقاوش في السبوع سمعاد بن عبد الكريم كيف يسميه عبد الكريم الجموعة عشل هم Baz The.: شهو تبارك الله راجدة معنا في السبوع ما لست الموت وأ divorced her ما الذي ست مفيدة cómo يوضعame الأن إلا الله. هذا إن شاء الله تعالى الصبوع كانت سمئم إبل líعي عبد الكريم الجماعية. محمد بن عبد الكريم وأش دقي يقول الو؟ آل الله、 آل الله محمد عبد الكريم و عبد الكريم الجمعة. عبد الكريم بن عبد العزيز بن عبد الكريم أتبارك الله أتبارك الله و غير كرام ولكن ما نشي شيء يا عبد الكريم من اللي دخلت من المايا وهو يسجل عليه اسمي يا بخير عبد الكريم ولكيني من اللي جي تناول بردي غرفيا يا الله جا من اللي وزقا وبعد ذلك شاق إلى السماء وقال واسمو قال أصبح قال وأصبح أصبح قال وأصبح أصبح قال لما سيدي السلام عليكم لما إني أشتقت إلى لقائك فاشتق إلى لقائي فخرجت روحه معاذ بن جبل الله 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 والذلك ذكر الصالحين تتنزل الرحمات من ذكر الصالحين وش كيش الصالحين يحسن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أرى متفون الآن فين؟ فين متفون؟ بالشام مع سيدنا أبو عبيدة الشام عمره بالصحر خالد بن وليد زيد كل شي يقول شي أبو عبيدة معاذ بن جبل أغير غير 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 صحاب الكبار كلهم يرقدون في ثراء أرض الشام فأسأل الله تعالى السمعات بن عبد الكريم بن عبد العزيز بن عبد الكريم الجموة أسأل الله يجعله إن شاء الله رفيق معاذ ومن من أخذ علم معاذ وعبادة معاذ وصدق معاذ وحب معاذ لنبي الإسلام وإن شاء الله ونطلبوا الله سعالة اللي راه حاضر معنا الله يجعل مولنا يرفع أقدركم والله يمنقل بنوقع لكم الإيمان والله يحفظكم إن شاء الله والله يصر أمركم والله يجعل لي لقنانا يلقينا أقدم عفبنا رسول الله والله يشفع فينا خياره أخوتنا تلقينا اليوم ما كنا شناولين اللي يسلك يقدمت القيامة يرقب علينا أخر در شرك يرقب علينا يجبتنا أخر در شرك الله يسلكنا نجمعي أمي والصلاة والسلام على حبيبنا محمد والحمد bullода من كير كدير استيحية مزيئا مزيئا والصلاة والله joj avec songs анные وعلى الألي والصحب أنت وحدي بعد محمد وعصب العزيز وحدي بعد ومحمد وعصب العالمين حمد وعصب العالمين نشوفه اسمه قاله عدواج تقبل الله قال لك أنا أشرب الخمر ولكنني طيب مع الناس طيبوبتك مع الناس هي رزق أعطاه الله لك فاشكري الله على نعمة أن جعلك نافع للناس ركا اللي كي يصلي وما ينافعش للناس فجزاك الله أخر عن كونك إن شاء الله متخلق بكل طيب لكن لكن إن شاء الله تعالى أسأل الله الذي طيب خلقك مع الناس أن يبعد عنك شر ما يؤذي الناس وهو الخمر قال تعالى إنما الخمر والميسر والانصاب والإزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والوضاء في الخمر والميسر ويصلتكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مندون الله يبعد عليك هذا الخمر إن شاء الله تعالى وليه أنا والناس في غيبتي أسمع آه قال لكم والناس وخانطي معهم في غيبتي أسمعهم أسمعهم زما يطيحوا بياو ذكش ما عليكش كل ذلك تكفير لسيئاتك وعلى الله يجعل ذلك سببا في أن تبتعد عنهم من خبائث أعزيز قال لك سيدي الله أكبر وأخ سيدي جزاكم الله أخيرا وعليكم السلام أنا اللي شد التليفون قد طلع أطمت فوقع التواصل دير شي حاجة تفيدك ما تبقراش تقول لشي واحد أعطيني حقي أحلامي ما فهمتش هذا هذا هو اسم ولا يقول هذا مسكين إلا كنت هذه فرصة لك أظهر كنت أسجدك نعم صافي خلي هذا ما عليش ما عليش ما عليش لما قال لك سيدي وش يمكن لي المرأة تذبح إن شاء الله تعالى الكبش تعالى عقيقة وتنعم المرأة في غياب الرجل هي إن شاء الله النساء شقائق الرجال في الأحكام فإذا غاب الرجل في البيت فإن المرأة إن شاء الله كالرجل تذبح الأضحية والعقيقة فهذا أمر إن شاء الله تبارك وتعالى وبعاه بالنسبة للمرأة سيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يجلسيكم بخير